أقليم كردستان يتريث في الرد على الحكومة العراقية وأعتقد أنه كان هذا التريث يأتي من رئاسة أقليم كردستان العراق وانتم كما شاهدتم أنه رئيس أقليم كردستان ألقى قطابا قبل قليل أعتقد أنه الدعوة هي إلى الحوار لأن القيادات الكردية قبل أن يجري الاستفتاء أيضا كانوا يؤكدون أنهم سوف يذهبون إلى بغداد بعد الاستفتاء أو بعد إعلان نتائج الاستفتاء وأنهم سوف يقدمون ملف الاستفتاء أمام الحكومة العراقية فأعتقد أنهم ينتظرون أيضا نتائج هذا الاستفتاء التي من المحتمل أن تعلن عنها المفاوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في كردستان خلال أقل من 24 ساعة الماضية القادمة بعد أن أعلنت مساء أمس في وقت متأخر عن نسبة المشاركة والتي قالت المفاوضية أنها بلغت 72% في عموم أقليم كردستان والمناطق التي تسمى بالمتنازع عليها الإجراءات لغاية الآن لم تؤثر على أقليم كردستان لأن لغاية الآن الحدود مفتوحة مع تركيا أيضا مع إيران المعابر الحدودية مفتوحة وتعمل المطارات أيضا تسير الحركة فيها بشكل طبيعي مع اليوم علمت أن هناك رحلتين أجلتاء في مطار سليمانية بسبب عدم وجود الركاب وأيضا كان يوم أمس خطوط الجوية التركية ألغت رحلتين أيضا بعدم وجود المسافرين حسب التصريحات لمسؤولين في مطار أربيل وإلا فإن كل الأمور لغاية الآن تسير بشكل طبيعي في إقليم كردستان العراق ربما إن بدأت دول الجوار سواء دول الجوار أو الحكومة العراقية بإجراءات فعلية وقتها ربما يكون هناك رد فعل من قبل المسؤولين وأيضا من قبل المواطنين يكون له التأثير على المواطنين حميد ما زلنا وإياكم نترقب نتائج الاستفتاء الذي قلت بأنه ربما سيعلن خلال 24 ساعة هل من تسريبات عن نسبة الذين صوتوا بنعم على الاستقلال؟ الدلائل تشير إلى أن النسبة ستكون عالية ربما حسب التسريبات أو حسب النتائج غير الرسمية التي أعلن عنها بعض المراقبين أو منظمات مجتمع مدني أنها ربما تصل إلى 70 أو 80 بالمئة لأن كان هناك إقبال جيد على صناديق التصويت وكان نسبة المشاركة يعتبرونها عالية لكن السليمانية وحلبشة لم تشهد ذلك الإقبال بحسب ما نشر نعم السليمانية وحلبشة لم يكن جيدا ولكن الذين شاركوا كانت نسبة التصويت بنعم كانت جيدة هناك مقاطعة في السليمانية أعتقد النسبة أقل من 40 أو أقل من 40 بالمئة وهي نسبة غير المفوضية أعلنت النسبة بشكل عام لكن التسريبات التي ظهرت بأنه كانت نسبة أقل من 50 بالمئة لكن الذين شاركوا في التصويت أغلبهم صوتوا بنعم فيبدو أن هذا لم يؤثر على التصويت العام يعني لو تقارنه بعموم مناطق أقليم كردستان العراق لو كانت النسبة عالية ونسبة المشاركة عالية وهم يصوتونها بلا كان يمكن أن يؤثر على النسبة بشكل عام نعم إذن حميد زباري مراسل الحرة من أربية شكرا جزيلا لك